التقى مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوق يعلم طلبة وطالبات جامعة السويس بمقر الجامعة حيث أقيمت ندوة تحت عنوان الشباب بنات الأوطان تناول مفتي الجمهورية خلال الندوة أهمية دور الشباب في التاريخ الإسلامي موضحا أن الدعوة قامت على أكتاف الشباب حيث أدار مفتي الجمهورية حوارا مع الشباب وأجاب خلاله عن أسئلتهم معربان عن سعادته بمستوى شغفهم بالمعرفة وكان في استقبال مفتي الجمهورية لدى وصوله محافظة السويس رئيس جامعة السويس الدكتور سيد عبد العظيم الشرقاوي ومحافظ السويس عبد المجيد سقر الحقيقة أنا أؤمن بأن الحوار مهم وأنه لا بد من التلاقي واللقاب أبنائنا الشباب وأبنائنا الطلاب في الجامعة لأن بلا شك هذه اللقاءة بتزيب الكثير من الفوارق فيما بين المحاور والمحاور أو الذي يتلقى بنحتاج إلى هذا التواصل الأسئلة كلها كانت مهمة في الحقيقة للغاية ويتنبئ عن عقلية مصرية شغوفة بالمعرفة وتريد أن تقف على الوجه الصحيح ولذلك نبهنا أبنائنا الطلاب عندما يأتي سؤال على ذهنه من الأسئلة المعينة لابد أن يلجأ بهذا السؤال إلى المتخصصين طبعا وجود الندوات دي شيء مهم للطلاب في هذا السن محتاج توعية ومحتاج تصخيف جامعة السويس يمكن السنة دي زي السنوات اللي فاتت يمكن شهر أكتوبر اللي فات شهد احتفالات أكتوبر في جامعة السويس وفي هذا المكان وكان عندنا الدكتور وسيم السيسي والأساذ عبد المباشر ومجموعة من النقاد والكتاب عشان يعرفوا الشباب بحرب أكتوبر لأنه هم ما حضروش مجرد عملية سماع امتد هذه الندوات إلى وجود فضيلة المفتي النهاردة وبشكره شكرا جزيلا أنه بالرغم من انشغاله الكثير لأنه لبى الدعوة إيمانا منه بأن هذه الندوة التصخيفية والتوعوية مفيدة جدا لأبنائنا الشباب